أحسن الله إليكم سائل آخر يقول هل الدعاء أمام الكعبة هو من أماكن الدعاء المقبول وما حكم التمسك والتمسح بأستار الكعبة تمسك والتمسح بأستار الكعبة أو بحجارتها لا أصل له الكعبة لا يستلم منها إلا الركن اليماني الحجر الأسود هذه تستلم والركن اليماني يستلم فقط والحجر يستلم ويقبل أمكن أو يستلم أو يشار إليهم بعيد إذا حاذاه وأما بقية الكعبة لا يتمسح بشيء منها ولا يتعلق بشيء منها ولا ببابها هذا من الخرافات إنما الكعبة يطاف بها والكعبة يصلى إليها يتوجه إليها بالصلاة ويدعى عندها من غير تعلق بها وتعلق بأستارها يدعو عندها لا سيما في الملتزم ما بين الركن والباب ما بين الحجر الأسود والباب يقف ويدعو هذا مكان يستجاب فيه الدعاء إذا أراد الله سبحانه وتعالى وخلصت نية الداعي نعم